عبد السلام اليونسي في محكمة أريانا شنو يعمل صوفيان؟ قبل ما نحكيه نحكيه على الحالة اللي وصلت فيها النادي الأفريقي اللي حصل هذه الأيام في النادي الأفريقي خلني نقول وصمة عار على فريق احتفل بمئات سنة ياخي أحباء الكلب ما يعرفوش اللي جمعيت ويحكموا فيها زوزر أسير بالرسمية رئيس اللجنة التسيرية محصنة رابلسي والرئيس المنتخب عبد السلام اليونسي عبد السلام اليونسي لحد الآن يكون في علمكم اللي هو ما زال الرئيس الفعلي للنادي الأفريقي وقرار لجنة الانتخابات غير قانوني وغير شرعي ولو أنها استندت على فصول الفصل 35 والفصل 40 من القانون الأساسي للجمعية ولجنة الانتخابات سمحوني ما عنداش الحق تعزل رئيس جمعية النادي الأفريقي على أي قانون استندت هنقول لكم ما فهماش قانون الرؤساء القدامى يخي ما يعرفوش القانون هاي سيدي الرؤساء القدامى يزوم معايته للمنخرطين ويعملوا جلسة عامة عادية يلموا فيها 3-4 متاع المنخرطين ويعزلوا اليونسي هذا القانون ايش يقول يا أخي المحامين مش قبل شاكين بالجامعة تواهاوكم شاور الجامعة ولا تلجامعة هي الكل شنو والحكاية حاصيلوا الشكشوكة في الكليب اللجنة التسيرية تم اتلاحها على قيمة الديون بتاع النادي الأفريقي اللي هي 20 مليار منهم 12.5 مليون دينار يعني 12 مليار وخمسة مياه يزومهم يدفعهم مقبل 21 فيفري للفيفا مهمة مصيرية ومعقدة تنتظر اللجنة التسيرية خاصة انه اليونسي متكتم على برشا ملفات وميحبش يكون متعاون على خلاف الرئيس المساعد بلوكاج كبير 12 مليار وخمسمية مع انت من هنا الجمعتين اخرية السيد عبد السلام اليونسي اليوم عنده 3 شاكات بدون رسيد في محكمة ريانا سبق اللي عنده 30 شاك هذك عليش هو خايف وعنده جلسة يوم 15 زاد الشيكات بدون رسيد شي ما نقول كان ربي يفق غلبته يمين يا ربي يفق غلبته وغلبة الافريقية كي ما قلت دعنا مشيول مهزلة مهزلة في ادارة التحكيم يا سفين اي اخو يا ادارة التحكيم هرانا قاعدين نثبت وينبذبت ونشوفوش قاعد ساير ومش ساير كنا نتوقع لادارة التحكيم باش تاخو اجراءات تأذيبية في تاقم التاقم التحكيم لمباراة بنجردين والأولمبي البيجي مرعنا الا المسؤول نحكيه على التاقم قبل التاقم كان فيها محمد شعبان احمد ذويوي رياض العويتي ومحمد علي قروية كحكم ربع به مرعنا كان المسؤول على تعينات الحكام المساعدين يعود يختار الحكم الثاني المساعد الثاني رياض العويتي معه كل من هيثم القصعي وحسين شعبان في ماتش السيابي وبنجردين دونك الهنا شوفت بنجردين شكون شدلها بنجردين شدلها في ضد شبيبة القيروان باديس بنصالح ضد الملعب التونسي امير لوسيف ضد الأولمبي البيجي محمد شعبان وضد النادي البنزارتي هيثم القصعي هذو من الكل منين من اما رابطة جايبينهم من كل حسب رايكم جايبينهم من رابطة المستير من رابطة برك معناتها عليها شيخي مثلا مش رابطة تونس رابطة سفيقس رابطة جنوب شو معانتها هنا كل شي خلينا هنا مثل الاستغراب كل صراحة وخلينا ننجح عليش من رابطة واحدة وزيد الحكم رياض العويتي شيف زميله تم ركله شيف ملاعبية باجا تم الاعتداء عليهم ودفعهم بشدة قدامه وما تحرك منه حتى شي وما تحد لابش شجاعة باش يقول راو الحكم الرئيسي تم ركله كما حكينا على ما نحكيه على ماتش بنجردين وباجا وهو شيف اللقطة بلك دا بلك والطاقة ماذا يتحور عليها في حجورات الملابس دونك لهنا يا اخويا وعليش من رابطة برك قاعدين معناتها نسير طيون بشي زفره دونك نعاود هنا ضد ملعب التونسي أمير لوسيف ضد باجا القوم محمد شعبان وضد النادي البنزارتي هيثم القصعي ولكلهم من نفس الربط أسئلة اللي شكونا طرحوها اللجلة التعيين اللجلة التعيين هي اللي نرمو الماضي قولنا عليش من رابطة بركة يتم تعيين الحكام للبنجردين سينو نحكيه على طول حموليك ما في ملعب السبيخة البطولة الرابطة الثانية ما زالت في البداية بتاعها ما زالت في الجولة الثانية لكن بديت لأمور تسخن شوية في بعض المقابلات خوة مش نحكيه على مبارات مستقبل السبيخة وجندوبة الرياضية واللي أدارها الحكام وليد المنصري صحبة سيف برحومة ومروين العمراني دونك اللي دارت في أجواء مشحونة بالتوتر أول حاجة الملعب دار بيحضور معناتها الجمهور باب محلول لم يتفرج مولاد دار موشوني ثاني حاجة الحكام المساعد مروين العمراني ضغطه عليه عند تسجيل هدف السبيخة وزيد جندوب واحتشد معناتها بالقوي على التحكيم والمعبية متاحها لبعض منهم تعرض الاعتداء بالعنف وزيد تمخاء خلع باب حجورات الملابس ما لقوهمش وأخيرا طرح بونيا بينزوز مسؤولين من الفريق هذا وهذا وهذا ما دونوا الحكام على ورقة التحكيم فما كل شيء للكورة ماذا نعطيك زادا وتحية الرياضة في تونك في مباراة نجم المتلوي والترجي ينتظر نجم المتلوي خطية بخمسمائة دينارة لخطر أقصى وملتقط متع كورة في دقيقة 73 خرج ورقة حمر وفما غريبة حصلت في مباراة بيجا والنجم الساحلي فما حافظ أثاث سب الحكام نعيم الحسني أثناء المباراة نعيم حسني خرج متيران وطلب من المن بيشيخ ذوهويت وقصع المباراة رمزي وبيشيخ ذوهويت وجاء بعد الماتش لنك الكاتب العام جاء بحافظ الأثاث وطلب منه اسمع هذي حال الكورة متاعنا أخوي واكب معادي ما نحكي حتى احنا معنا منحكي كيفك معناها خطر بالحق معناها كورة ولي تفرجنا عليه البارح كورة معناها ماشستر سيتي وليفر بول أربع بواحد برشا كورة برشا جو ليفر بول خسرت أربع وروحت فريحة مسرورة عليه كورة لحافظ أثاث الرب لجاء لحافظ لجاء الطلبات لجاء مهدي هاي سيدي أنا أذكركم يا جماعة نجمة الداخلات ومموك اللي تحبوا تخلو